موسيقى قام سلاح مشات البحرية الأمريكية بسحب المركبات الهجومية البرمائية بسبب مخاوف بشأن السلامة في هذه المركبات وإعادة تخصيص للموارد المتاحة وهو ما أعلنه سلاح مشات البحرية مؤخرا فبعد حادث الغرق في العام 2020 الذي أسفر عن مقتل تسع جنود توقفت العمليات باستخدام مركبات الـ AIV لكن مشات البحرية الأمريكية جددت عملياتها في العام 2021 بعد أن تم إصلاح المركبات وتحسين المتطلبات التشغيلية ونظرا للحالة الحالية لبرنامج المركبات البرمائية التي تدير برنامج مركبات AIV القديمة والمركبات الحديثة المدولبة ACV قرر قائد سلاح مشات البحرية أن مركبات الـ AIV لن تعمل كجزء من عمليات النشر المجدولة والمحددة بانتظام أو حتى التدريب أثناء التدريبات العسكرية وقد صرح بذلك رائد متحدث باسم سلاح مشات البحرية لصحيفة التايمز ولم يقدم مشات المارينز أي تفاصيل محددة حول سبب قيام القائد بسحب المركبة القديمة من العمليات ولم يتم التصريح إذا ما كانت هناك أي مركبات ما زالت تعمل ففي سبتمبر الماضي قام سلاح المارينز بطلب مديل للـ AIV المركبة القتالية البرمائية وذلك نظرا لمشاكل في آليات سحبها فهذه المشكلة قد تؤثر تأثيرا كبيرا على سلامة الجنود داخلها إذا ما أعطبت وهي تقطع المسطحات المائية وبنفس الوقت قال ناطق باسم البحرية أن المركبة المدولبة الجديدة الـ ACV لا تزال ممنوعة من القيام بعمليات في المياه مما يترك فيالق المارينز في الوقت الحالي بدون أي مركبات إنزال برمائية يمكنه التدرب عليها وقد تم تعليق عمليات ACV في المياه المفتوحة والمحيطات حيث يتم العمل على حل المشكلة التي تواجهها في آليات السحب بالضبط كالمركبة القديمة ومن المتوقع حل هذه المشكلة قريبا وعودة الـ ACV للعمل في وقت مبكر من العام الجديد ففي عام 2020 غرقت مركبة من طراز AAV كانت تقل جنودا من جزيرة سان كيلومني في كاليفورنيا مما أسفر عن مقتل ثمان جنود من مشات البحرية وبحار واحد وقد وجدت التحقيقات في الحادث أن العديد من المركبات أثناء عملها تواجه مشاكل ميكانيكية خطيرة بالإضافة لفشل في التدريب والذي ربما أدى لوقوع الحادث وبعد غرق هذه المركبة أوقفت المرز جميع تدريبات المركبات وتم إجراء فحصا كامل للأسطول في محاولة لمعرفة الحالة الحقيقية للمركبات وقد وجد الفحص الشامل بناء على الاختبارات الأولية التي طورتها الشركة المصنعة أن جميع المركبات الجوية ذاتية الدفاع قد عانت من تسريب بمعدلات غير مقبولة وبحسب ضابط العمليات البحرية جاستين ديفيس أثناء الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق فإن هناك عشرة فقط من هذه المركبات التي يبلغ عددها 200 مركبة اجتازت إجراءات الفحص بنجاح وقد شهد الكثيرون ممن استخدموا الـ AAV بأن عمر المركبات التي تعود لحقبة فيتنام أدى لمشاكل في الصيانة بغض النظر عن مقدار الاهتمام والصيانة عبر العقود الماضية واستنادا للخبراء فهذه المركبات تتطلب صيانة مكثفة للغاية فهي تتطلب عادة ثمانية ساعات من الصيانة لكل ساعة تشغيلية ويواجه أحد الضباط وهو قائد سابق لكتيبة الـ AAV تحقيقا حيث كان هو المسؤول عن تزويد الوحدة بالمركبات وبجنود مشاة البحرية الذين من المفترض فيهم أن يكونوا مدربين تدريبا جيدا خاصة في أوقات الطوارئ وعلى الرغم من قرار وقف إرسال الـ AAV للعمل فقيادة مشاة البحرية متمسكة بإجراء الإصلاحات وإعادة استخدام المركبات خاصة وأن المركبة التي من المفترض أن تحل محلها لم تنتهي الاختبارات الكاملة عليها وبحسب محللين فسلاح البحرية يلتزم بفعالية بالتوصيات التي جاءت من التحقيقات المتهددة في حادثة الـ AAV في صيف 2020 ومن خلال هذه التوصيات فالـ AAV تعتبر وسيلة آمنة وفعالة لإجراء العمليات البرمائية المستقبلية والـ AAV والمعروفة سابقا بـ LVTP7 هي مركبة برمائية مجنزرة بالكامل تم تصنيعها بوسطة أنظمة القتال الأمريكية United Defense وتعتبر الـ AAV-7A1 هي المركبة الرسمية للنقل البرمائي لقوات مشات البحرية الأمريكية منذ عقود ويتم استخدامها من قبل كتيبة مشات البحرية الأمريكية الهجومية لإنزال عناصرها ومعداتهم أثناء العمليات البرمائية إلى أهداف ساحلية وما بعد السواحل بالإضافة لإجراء عمليات آلية ودعم قتالي على الشواطئ كما يتم تشغيلها من قبل دول أخرى حليفة للولايات المتحدة وتطلق عليها قوات المارينز اختصارا اسمها أمتراكس وهي اختصار لتراكتور برمائية وقد تم تقديم الـ LVTP7 لأول مرة في عام 1972 كبديل للمركبة الأقدم الـ LVTP5 وفي عام 1982 تم التعاقد مع الشركة المصنعة لأجراء برنامج تمديد مدة الخدمة والتي على إثرها تم تحويل الـ LVT7 إلى AAV7A1 عن طريق إضافة محرك مطور وتم إضافة نظام نقل حركة وتحسين قابلية الصيانة الشامل للمركبة فالمحرك الجديد يعمل بالديزل نوع كومنس VT400 بدلا من GM8V53T بالإضافة لاستخدام ناقل الحركة FMC HS4003A1 وقد تم استبدال نظام الحركة الأفقي والرأسي الهايدروليكي لمحطة الأسلحة بمحركات كهربائية ما أدى للقضاء على خطر حرائق السوائل الهايدروليكية كما تم تعزيز نظام التعليق وامتصاص الصدمات وأصبح خزان الوقود أكثر أمانا وتمت إضافة نظام مولد للدخان من خلال حرق الوقود كما تم وضع ثماني قاذفة قنابل دخانية حول محطة الأسلحة ووضعت مجموعة مصابيح أمامية في تجويف مربع بدلا من الشكل الدائري السابق وقد زود السائق بلوحة أجهزة محسنة وجهاز رؤية ليلية وتم تركيب نظام تهوية جديد وقد كانت هذه المركبات التي تم تطويرها في الأصل LVT-7A1 لكن أعيد تسميتها AIV-7A1 في العام 1984 وقد تمت إضافة تحسين آخر في شكل محطة كادلك للأسلحة والتي كانت مسلحة برشاش 12.7 مم وقاذفة قنابل مارك 19 عيار 40 مم كما تم تطوير دروع في العام 1989 وتمت إضافتها مع حول لعام 1993 وأضيف قوس أمامي للمركبة للمساعدة في اجتياز المسطحات المائية مما زايد أيضا في الوزن وقد وفر برنامج تطوير هذه المركبة نفس المعدات لتطوير مركبة برادلي أم أثنان التي يستخدمها الجيش من ناحية المحرك ونظام التعليق وفي تطوير المركبة أعيد ارتفاعها عن الأرض إلى 16 إنش كالسابق أما نسبة قوة المحرك للوزن فقد تغيرت من 13 إلى 1 إلى 17 إلى 1 فالتطوير هدف إلى إعادة قوة المركبة إلى وضعها الأول في بداية التصنيع ومن المتوقع أن يؤدي إدخال مكونات البي أف فيه لتقليل تكاليف الصيانة للفترة المتبقية من عمر هذه المركبات وعلى الرغم من محاولات عدة لإخراجها من الخدمة لكن من الواضح أن الصراع والتحديات ببروز القوة الصينية وحاجة الولايات المتحدة لمركبات برمائية تستخدم في جنوب شرق آسيا يبقي هذه المدرعات في الخدمة أو على الأقل في المخازن لحين الحاجة تطلق مركبات الـ AAV-7 في البحر من قبل السفن الهجومية البرمائية وهذه المركبة المدرعة ذاتية التنقل عبر الماء إلى أن تصل للسواحل الغرض منها هو الدخول القسري للمناطق التي توجد فيها المسطحات المائية وتتمثل المهمة الرئيسية للمركبات أثناء الهجوم البرمائي في تأمين الخط السحلي للقوات والقيام بدوريات والنقل والإمدادات إلى مبعب السواحل هيكل المركبة من الألمنيوم الملحوم والذي يوفر الحماية ضد الأسلحة الصغيرة وشظايا قذائف المدفعية الغير مباشرة وقد تم تصميم مجموعة للسماح بتثبيت دروع إضافية على معظم مركبات مشات البحرية كما أنها تحتوي على برج صغير بمدفع رشاش أي 12.7 مم وفي وقت لاحق بدأ أن مدفع رشاش ثقيل واحد غير كاف فأضيفت قاذفة قنابل وقد تم اختبار الأبراج الأثقل بمدافع 20 أو 30 مم على هذه المركبة ولكن لم يتم تبنيها كما أن محرك الـ AA-7V مثبت في مقدمة المركبة وهناك العديد من الموديلات منها كمركبة قيادة ومركبات مختلفة لإزالة الألغام كما أن هناك نموذج أوليا لدبابة خفيفة برمائية مسلحة بمدفع 105 مم ولكنها لم تصل للإنتاج أبدا يبلغ عدد أفراد طاقم الـ AAV ثلاثة أفراد والحد الأقصى للجنود داخلها 25 جندي وزنها 23.9 طولها 8.16 متر عرضها 3.2 متر ارتفاعها 3.31 متر تعمل بواسطة محرك VT400 ديزل بقوة 400 حصان وسرعتها القصوى 72 كم في الساعة على الطرق المعبدة وسرعتها على الماء 13.5 كم في الساعة وهي مسلحة بمدفع رشاش Browning M2 وقاذفة قنابل عيار 40 مم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر